طبعا معي فهدي اللحظات أيضا واحد من النجوم المباراة النهاردة كابتنا عمر طارق كابتنا عمر طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخليني طبعا يا كابتنا بارك لك على فوسكم النهاردة ببطولة البطولة العربية اللي كرة تسال لرجال الله يبارك فيك الحمد لله على المكسب طبعا أول حاجة وبنهدي للجمهور الأهلي طبعا جمهور النادي الأهلي العظيم وإن شاء الله بنوعدهم يعني دي البداية إن شاء الله السنة دي وده دي الروح وده يعني اللعب اللي إن شاء الله هنكمل عليه السنة دي وإن شاء الله دي أول بطولة ولسه بقية السنة لسه إن شاء الله كابتنا عمر ينزل الشوت أو ينزل الكوارتر تمام بيصنع الفارق دايما دايما يعني وجود كابتنا عمر طارق النادي الأهلي أو الجمهور النادي الأهلي مطمئنة يعني يا كابتنا عمر طبعا شايفين حضرتك يعني ما شاء الله مستوى يعني جيد مع لعبين نادي الأهلي وكل لعبينادي الأهلي من أول بطولة لحد المباراة اليوم لا والله ربنا يخليكي والله ده كلام كبير يعني بس الحمد لله بحاول أقدر طبعا يعني بحاول أعمل اللي أقدر أعمله طبعا عشان أساعد الفرقة وطبعا الفرقة بتساعدني عشان تخلي شكل كويس ويعني لعبوني فالحمد لله يعني إن شاء الله نكمل عن مستوى ده إن شاء الله كابتن عمر طبعا يمكن مستر جاسي بوش قال إنه إحنا مش هنتوقف نحن نفعل صفحة النهاردة بطولة العربية ولكن مش هنتوقف طبعا على الاستعدادات والتمارين يعني عشان طبعا نحصل على المزيد من البطولات عفوا يمكن قال على طبعا بطولة المرتبط إن شاء الله كابتن عمر هتستعد لها عطا إحنا يعني إحنا لسه كل ده الموسم مبتداش يعني إحنا لسه هنبتدي الموسم لسه إن شاء الله وخلاص عندنا ماتش كمان تقريبا 4 أو 5 أيام في بطولة المرتبط فطبعا خلاص يعني هنفرح النهاردة ومن بكرة خلاص هنقفل الصفحة دي ونبتدي نجهز للدور المرتبط ونبتدي نجهز للموسم الجديد وتجهيزنا هو هو يعني مش بيختلف عن أي ماتشل التاني نفس التركيز ونفس التجهيز هنشوف هنلاعب مين وحنجهز للفرق اللي هنلاعبها وإن شاء الله يعني تبقى بداية موفقة للسيزن إن شاء الله شكرا جدا يا كابتن عمر ومليوم مبلوك طبعا فوسكم وتتوكم طبعا بلقب بطولة البطولة العربية بعد مفرح طبعا جميع جميلين دي الله شو الله يبارك فيك شكرا شكرا يا كابتن عمر إن كده طبعا يا كابتن هيسم كان لقاءنا أيضا مع كابتن عمر طاري ومجمو